موسيقى برمجدي نحن اول شي بلشنا هيدا مش حالة مقابلة متل مقابلة لحاجة احكيك انه حضرت سؤال برمجدي لحاجة اسألك لحعتبر عن جات كأنه جاية احكي بي وأعطي اسأله اسئلة لقدر كميل هالحياة اللي انا عايشها تقدر اذا بدك انا رسالتي او كرست حياتي لجرب افهم العالم الناشحة بالشي اللي بتعمله شو عملت او كيف تقشعل حياة من ميلتها او شو اللي بيدفعها لتكمل بحياتها بس انا بدي باختصار اول شي تخبرنا مين حضرتك مين برمجدي شو عملت انت كيف توصلت لهن شو صار معه مجد الله باسم الاب والابن واروح الابن انا ماشي انا ماشي اعمل شي او حضرت يمكن كل العالم بتحطر تحطر تحطر كيف بده تتعمل انا حتيته بس شغل اللي بحياتي هدف انه احب كل الناس واحتلم كل الناس وهذا سبب انه بخليك اليوم لانه كل شي تحب كيف الناس تعملك انت عاملا يعني انا انسان بحب السلام كتير ما بحب شوف ما خاصني شوف البشع بغيري ابعد عم مش شغلتي لا الله حطني منضوب عنه ولا قاضي ولا شي بشكل الله يعني في مطرح مقول اخفى هالشي عن الحكماء و اظهرها البساطة افضل من الدنيا انك كوم بهالبساطة انت فيك تكون اطعب انسان و اطعز انسان و انت في تكون اكتر انسان مبسوط و اكتر انسان عندك سلام و اكتر انسان اليوم تحس حالك متفوق وشغلة بس هي موجودة عندك عندك ارار عندك فيك تشوف كل الناس يعني تشوف النجاتيف بالناس وساعتنا انت راح تتعب كتير و رح مراح تقدر تنام مراح تقدر تعمل اي مشروع عندك تحط مشاريع كتير بس بلا مشروع تنجح فيه برجع بقلك تصير هاينا بتكون وبذات الوقت لانه اخدت اولوية بحياتي مش المجد الفاني هو المجد يلي ما بيفنه هو السماء فوقست من انا وصغير على شي اسمه السماء يعني المصور النجح بفوقس تطلع الصورة واضحة وحلوة بلك تفوقس ما فيك تعمل عدة مشاريع لانك رح تشقط هاي لك تفوقس واي عمل ما كان ما تقلي شداتك وجمعاتك ومدرسك و اي عمل تعمله بحب تصال اكيد تعوب فيه صعبات فيه طلعات فيه نازلات فيه تفوقس لانه بطبع الانسان فيه الانا وهالانا بتخلي ايام كتير ما تخليك عن جد تحس بهدا اللي عملك عنه هالسلام اللي عندي ايه وهالسعادة لانه ولا مرة قدد بحياتي ولا مرة كرهات ولا مرة زيت ولا مرة قلت ليش من انت وصغرك كنت بمفهوم انه اه لازم اطلع بالانسان التاني بطريقة تانية يعني قبل المطفول لا لا بس تعرفت على يسوع قبل يسوع كان احنا في حرب التذكرى انا خلقت بحرب التذكرى مسلم مسيحي ما كنت قبل كان عمري يعني على انا خلقت بالموليد السبعين خلقت يعني كان عمري خمس سنين بلش حرب التذكرى بهذا ما كنت عارف ش اشار بالانه مسيحي ومحمد مسلم اوكي وهذا الحرب خلتني اقرأ الاخر ليس كذلك حطولنا ايها براسنا و بس انا بعمر تسع سين لا اتحررتنا الاشي ابدا انا رفقتي كلهم سوا من كل الطواقف وما تقول لي تحب الله وتصلي وتصوم انت بتسأل عن الاخر شو لونك وعرقك ودينك انت ما تحب الله تكون انت كذب انت اناني اوكي فكلما هيك انسان اليوم الناجح يريد ان يرى الله بكل الناس ويقول لك ليس شغل تشوف الكباية الفاضية ولا فيه ولا فيه ولا فيه شغل تشوف الكباية المليانة اللي فيك لانه بكل انسان في بوزيتيف ونغاتيف صح وانا فيه بوزيتيف ونغاتيف بس مش شغل تطلع نغاتيف تبعك حتى انا احبك وتقبلك ونقدر نشتغل مع بعض نشوف اليوم بالعالم كلوسوا هدفنا انا الصح وانتو الغلاط انا انا مش متلك وانا ما عملت متلك هيدا اللي دائما نشوف اليوم بالمجتمع من الاسف لشو هو مزبوط شو بفيدو شو عملو شو تعلمنا منو هي لك برمجدي بدي ايلك شي اول شي انا بدي اخذ منك الاوكي انو انا عنجات بدي اسألك اسئلة مثل لانه خيال انا انا شاب مثل كل هالشباب بلبنان وفي اسئلة يمكن بيستحوا يسألون لعالم بالدين او هاكي وانا بدي اخذ منك الاوكي انو عنجات اذا فينا اسأل قصص صريحة وصادقة ومن القلب بلا ما اكون عم ب ما عم بهين واولا الشي بس انا حاب عنجات انت الشخص الوحيد المعقول اسأله هاك اسئلة اول شي بدي اجابة لك انا اولا مرة طلعت عمقابل بقية تلفزيون مع انو في في ارار كمسؤول على الاعلان بجمعيتنا كمسؤولة هي شخص سيدة اعلانية من بعد من بعد الثورة انو انا ما بقى اطلعي اي وسيلة اعلام الا ما يشوفوا الاسئلة وجوهون انا رفضت انا ولا مرة ولا مرة انت شوفت لاحظت قبل ما بلشت صلبت اي اعواجي انو بتصلي بديك اعواجك يعني بحلو اروح القدس عليك يعني اروح القدس رح يحكي مش انا رح هيكي مش انا رح هيكي هو رح يحكي فاكر من هكي أنا متكا عروح للقدس هو لي أحكي مش أنا رأي أحكي في ذكرتك قطعة أو حضرتك مع إذا بدك حضرتك خول حضرتك أبونا يعني في عالم في خوار في عالم أعلى أو عالم تستشيرهم بالنهاية الساعتها أين تكون صاري تحريتك مش كأنت أنت قلت لي أنه أنا بالنهاية عم جايوا بحالي بس بالمجمل ساعتها كيف تكون صاري تحريتك اليوم لأنه مع حرية الإعلام اليوم بدنا نتفق لأنه يمكن أيام حرية الإعلام عندك بتجرح ناس تانين وبتأذي ناس تانين من هون اليوم الكنيسة ساعة تطلعي تلاقيت أنه أنا بدي أرجع لأسكوفي واخد إذن منه بس أطلع على إزاعة بدي أخد شو الأشياء ممكن تنسأل لأنه في طير برامج اليوم مش هدف الإنسان نعم صحيح هناك خطورة بعد وسائل الإعلام اليوم هدفها تعصب وهذا تعصب ما بقبض نيب هذا العالم اليوم في 2022 نحن نحكي بتعصب هذا ليس مقبول من هون الكنيسة بتقلك أنه ضروري تعرف شو الأشياء اللي بكتعملها شو الأسئلة لأنه لانك كون رايحين على برنامج متطرف أو ضد تعاليمنا وكل شيء ولكن كل شيء ولكن كل شيء ولكن مرة رجعت وأنت قلت لي أنت اليوم عم تسألني كأبن عم يسأل بيو و اليوم شبيبتنا اليوم كتير عالم وليس من الكنيسة ستكون عم تشوفك ويمكن كان أخذي نظرة عن الكنيسة ونظرة عن الكاهن ونظرة عن المجتمع ونظرة عني شخصيا اليوم سنساعد أشخاص يمكن أشخاص ستوت أشخاص ويفرحوا في أشخاص لا يمكن كل شيء نقول نحنا سيكون الكل يحبوا دائما في نسبة لا يمكننا نعمم بذات الوقت لا يمكننا نعمم مئة بالمئة نعتبر أنا عندي من أول ما خلقت أبونا اسمي شربيل يعني أنا أمي بتقول لي اسمك شربيل بدك تكون عم تعمل هيك انتبه تعمل هيك مار شربيل حامل اسم مار شربيل يا عمي بمحل من المحلات أبونا صرت تفكر أنه أنا خلقت وأنا واعي وعم بتفرج على العالم كلهم كمان عم بيتطلعوا على يعني كلنا عم نتطلع على بعض وكلنا خلقنا ما معنى خبر أنه كلنا لح نخلق وكبرنا وماشيين بسيستام ورحنا على المدرسة وجينا على المدرسة والجامعات والقصص عم نشوفها في شي كتير زعجني وما فيني يقول له حدا إلا لقلك اللي هو أنه شو عم بيصير بالفعل مع الشبيبة أنت حضرتك تشتغل مع عالم بدأت تشافع بدأت توقف مخدرات وبدأت تعالج وهكي في كتير قص عم نشوفهم لدرجة أنه المسيحية بحد ذاتها ما بعرف قدام عقول تكون عم بتساعد أو تغير بأي وسيلة معقولة كمسيحية وفي كتير عالم كتير بعيد بالاسم مسيحية لا بيروحوا على الأداس وبيصلوا وبيكفروا وبيرجعوا ما عم بيطبقوا تعاليم المسيح مية بالمية ولهن شباب مثلك عم بحكيك على صعيد الكرة الأرضية مش بس لبنان كيف أنا نتقدق كيف أنا نكون عم نتقرب صوب هاك جيل لأنه نحنا بمحل تاني كليا ما في تركيز عشان بصير ما عم بيعرفوا الخالق إذا بدأ سأعطيك أمثال اليوم هون عم نقلكم في فيضانات وعم بقلك هون تاني مال في بركان وعم بقلك هون تاني مال في كارثة كهرباء أو تلوث أو شيء وعم بقلك هيدا المكان الوحيد يلي ما في شيء مشكلتنا أنه نحنا ما منقتنع من الأكبر مننا ولا منقتنع من النصيحة من زمان النصيحة كنت بجامع اليوم بباليش ولا حتى ليش لأنه أنا بالنسبة لي لك شعلي بالإنجيل حسب التقس البيزانتين بلحب الكنيسة البيزانتية للروم مالكيين يسوع تلاقى بزلمة هذه زلمة كان في شياطين وكان دائما عري ودائما يدام بالقبور وعندما يرى يسوع قال له دخيلك ساعدني وخلصني أنا أعطيتك المأمثال لأن الكثير مننا أشخاص من فضل نذهب إلى البركان من فضل نذهب إلى الخطر من فضل نذهب إلى المطعمة في التلوث نحنا منقرر بإيدينا نعم في كثير من الناس هذا الشخص كان في شيطان كان يرفض شيء اسمه أبونا ويرفض شيء اسمه كنيسة ويرفض شيء حنان كان ينصحه ويرفض شيطان يعني أنا تخليت عن الله وقررت يعني أنا كل مرة أفعل شيء كل مرة أفعل شيء لا يوجد الله يعني أنا أخذت قرار أن أبعد عن الله الله لا يبعد عني أنا أبعد عنه والله تركتني بحريتي يعني كل مرة أنا بشرح الآخر بدين الآخر بدمر الآخر بشرح الآخر نميمة من الأقبل الخطايا أنا أقول بالعفلين وبأتحدث ولا مرة أطرعت وقالت عن حالي كلمة هكذا أنا أتصدر لأنه ولا مرة جرأت وقررت جردة يومية أنا بهذا اليوم كيف كنت وماذا أفعلت حسنا هذا الشخص هذا الرجل بأخر اللحظة فقط تعرف هذا يسوع عمل جردة وقال له أقل هذا فطلب المساعدة نحن كشبيبة بالنسبة لأن أخدينا لا أعرف من أولاد أو العالم أو شبيبي كنيسة عملت حرب الصلابيين كنيسة عملت حرب الصلابيين نبدأ نعيد التريح دعنا نرى الكنيسة اليوم ما يتعمل دعنا نرى اليوم ما يتعمل هذه العجوبة الكبيرة في هذه الزبيحة الإلهية تحويل هذه الخمر للدم وهو الخبز للجسد للرب دعنا نرى اليوم مرشال بالمين ما أصده إلا ما ساعده دعنا نرى اليوم التغيب الكنيسة مع بابا فرانسيس واليوم ركبته للشبيبة من أجل أن نساعد الشبيبة اليوم دعنا نرى اليوم لكن المشكلة التي لا نريد أن نرى لأنه خلاص يضعون أحكام مسبقة يعني إذا نرى كيهن كيهن في 30 سنة يعمل بالطب مرة واحدة يغلط ونرجمه وليس فقط كيهن يحكي أي واحد من يكون اليوم نعم إذا كنت في المدرسة كل عمرك تنجح مرة واحدة عملت علامة بشعة ماذا يعملون؟ يقول لك كيف يعملون؟ ويعطي وراء أهلك وبيعش فيه وخاصة إذا كنت من الأشخاص الذين منك من المستوى العالي نعم يعني نحنا نتمنى أنه إذا ما رح نعطيه أنظار إذا ما تضبط وضعه نحن ستجين مش هنستقبله يعني المشكلة أنه أول ما بلشت بحديثة قلت لك مني أنا تشوفوا الغلط بغيري؟ مني أنا؟ مننا نحنا؟ يسوع قال كون رحماء كما أباكم الذين يسمون رحمهم أريدوا رحمة لزبيحة مش شغلتنا أبداً ندين بعض من هون أنت الإنسان قرر بزيته هو يبعل عن الله نعم وقرر أنه أنا بدي كون ما بدي ما بدي أسمع كلمة الله ولا بدي أنا بدي أعمل ما بوعف هالإشياء هالشغلة وهاالشغلة وهاالشغلة وانكيات بصير بأعمله أول شيء بيكون لأنه رفقاتي بالمجتمع بعد رفقاتي بصير لأنه أهلي عم يجبروني أنا كون مثل ما أنت أمك قلت لك يا شربل أنت كذا كذا بس ساري أهل يقول لك كيك ستعمل عكس وبس بذيت الوقت كمان بالرعية لأبونا لأ بدي يك بدون هالحلقة وبدي أعيك أنه أنت حلو بدونها يعني هالإشياء بتخليك تعمل إشياء أصلا زيادة بس يس الله بده قلبك الله بده قلبك كيف يعني؟ كيف يعني بده أعمالك قلبك هو أعمالك سؤال؟ مين الله؟ الله اللي حبك وحبني مين هو؟ يسوع المسيح هو الله عندي سؤال يسوع المسيح هو خالق الدنيا هو خالق الكون نعم مش هو يسوع المسيح هو ابن الشخص أو الله اللي خالق الكون؟ عبرنا يسوع وروح القدس والله هنا شخص واحد ثلاثة في كنون واحد نحنا ما نقدر من نفهمون هيك نحنا إيمانياً عالمياً ما فينا هذا الإيمان بديك عندك الإيمان مطلع كيف أنا بعمر التسع سنين سلمة شي ملموس وشي مش ملموس؟ هو ملموس أنا ولا مرة ما شفته ملموس عصدك روحك مثلا روحك هي مش ملموس أنتوا اليوم الشبيبة اليوم عندها مشكلة لأنه اليوم نحكي بعلم واحد زائد واحد يعمل اثنين بس إيمانياً اليوم التسليم المطلع حياتك لالله لأنه الوحيد الله كلها محياتك وكرامتك شوفين الشعوب من العالم أي شعب من العالم شوفين أي دولة من العالم شوفين أي حيكم بالعالم حب الإنسان قد ما حبه الله شوفيني بس مطرح شوفيني مطرح واحد صغير شوفيني أي مسؤول بالعالم أي حيكم بالعالم كان اليوم أنا بدي إليك على أيام يسوع الخاطية كان تنراجع مظبوط والماء مرت كنزات برية المدينة مظبوط أو لا نعم نحنا اليوم شو عملنا بالصار كورونا شوفنا بعد دفننا موتنا بدون ما نشوفهم بدون ما نفوتوا عن الكنيس مظبوط أو لا شوفيني موتنا سمح الله لو كانت في الكورونا ولكنت إليك من أن أتراجعها ومات ومن أن تراجعها ومن أن تراجعها نحن نجد أصاب خلقنا وقمنا تراجعها أريد أن أقولك اليوم الله الذي نفعلنا إليك تنظروا أي دولة في العالم. منعه تسافر عند حدا تاني. منعه تشوفه حدا بخصك. ابنك اذا كان باي بلد. منعه الطيران. منعه الدول. هالحلوب اللي عم نعملها. هالمجاعات. هالغلل اليوم. هالاستغلال الانسان بالمزوت وبالبترول وبكل الاشياء. الله خلق كل الاشياء بوفرة. لأن احنا للغني يعمل مننا اشياء ويكون شريك هو اللي بيشغل معه. مش عبد عنده. شريك. يعني صاحب المعمل اللي بيشتغل معبد يكون هو شريك. ليس شغل عنده. لأنه اللي بيشتغل بالمعمل هالتسع ساعات لو منه ما كان انت جد المعمل وعمل له مصاري. اكيد. كله بزياد. اي بس نحنا لا بعدنا بالشعوب متخلفة. الله صار انسان من اجل كلمة الانسان تيرفع الانسان تيرفع الانسان تيرفع الانسان تيرفع الانسان كلمة كرامته. اما نحنا بس اغتني. انا بكون. انا شريك انا وفيك هلأ. بس اغتني بتركك بعمل شركة. اذا عزتني بدي اقول لك هالأدد بك تفحقق. وكل كانوا معي. بدي اشغلون عندي. شغيلة عندي. ما بعملوا شركة معهم. شغيلة عندي. وانا نفهم حب الله لألنا. نعم. حب الله لألنا. ايجا قال لي انا بديك تكون ابن لألني بطلت عبيد انت عند حدا. وبيديك كون شريك معي. انت تتزوج وتجيبوليت. تعمل عائلة. بدي ايك تكون معي بهالشراكة. اليوم حب الله لألنا غير كل شيء. شوفوني بس زعيم بالعالم. حب خاطئ. اذا مش من لونه. انتو بتعرفون بلا في زعامة. اذا من حزبي من لونه ايه. اذا من حزبي من لونه اكيد. بس الله عم برجع عم بحكي عني الزانية. اليوم اللي 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 الل Line بتلقته بالدعارة يتض juntه بالحبس. مضبوط؟ صح. بكل قومي العالم. ليه؟ ليه؟ ليه راحة على الدعارة. لما اسألتوا حالكم قبل أن تروح الدعارة ليه راحة على الدعارة. ليه ما نتعمل لي اشي قبل أن تروح الدعارة. لشي في ان انتمي بنت في الدنيا تحب الدعارة يعني؟ ما في بنت ما تحب تعمل هذا العلاقة مع شخص تحبه؟. لا تقول أن هناك أشياء أدت أسباب بعدة عوامل تجعلها تبينترو على الدعارة، تجعل السابق المخدرات، تجعل الشاب يسرق، تجعل الشخص يعمل أشياء أغلاطة أنا معاً مبرر، لكن اليوم سنسأل عن الأسباب نطلع الله سوف يأتي له هذه الأسرق، وعطوا شيئاً يترجم لأن هذا يقول الأنون لهم سكت، سكت، كلهم يحجروا، ويصرخوا، ويصرخوا، ويصرخوا ويصرخوا في طريقه، كتب على يسوع الأرض على الرمل، لا يمكنكم أن يخطيها في أول حجر سأل كل شخص كيف حجر أو حجر أو حجر، والأخي قال لها ما قال له يا زيني، قال له يا زيني، قال له يا ابنتي، اذهبوا وتعودوا تغطية تحدى، حدم بالعالم، قال يا ابنتي نحنا معيضهم، يقوم بعملهم باركوت، مدمن، زيني، حرامي، قاتل، مجرم لا يوجد إلا يسوع المسيح، قال له ابني أو بنتي دعوني أرى، أنا معيضكم على الأرض، أنا معيضنا إذا أنت اليوم تعرفت على شاب، ليس آدمي، وعلى بنتك تتجوزها أهلك سوف يفرحوا سلوله سللتها، سوف يذهبوا على جده بالقبور مجدك كان هكذا، بهذا الحزب وأمك كانت تعمل لدي أفلان، وهي بنت عاطلة، وعلى بنتك نعرف عنه أنه كان يبيع أو تاجر أو حزب دعوني، دعوني، هذا لدي سعبت الموجودين هذا هو المفهوم، وفي ذلك، أول ما أردت معك بحديث أنا لم أشغل تشاهد البشر برفيئك، أو فيك، أو فيك، أو فيك، أو فيك، أو فيك، أو أي شيء نعيّر الناس، وضعهم البابات، إننا لا يبقى الله، إننا نحن نحو أم المبعف وبنك كان، لا يحب هناك ما أحداً، حتى أهلك، وأنا كأبي، كثيراً عياتت كثيراً ويمكن يأتي أهلك بمرة من المرات ساعدوك مرة وثنانة وثلاثة 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 نسمعها ونشوفها وإذا كنت تفعل ذلك الله معك لا أنت أبنا ولا نحنا أهلك لكن يصعوا لا مرة أهلك حتى لو تفعل سبعة ودمتها سيظلوا باقف وناطرك حتى ترجع بإنجيل ابن الضال حتى تركك على حريتك يجيب النار الذي يعيشه اليوم وهذا الشاب الثلاثة في 18 سنة يعني بعد ما يحقل له يورد من بيه قال له أعطيني مراسة قال له ما مراسك يعني؟ ما يجعبه البيت لكن ما يحقل له بيه لم يموت وبيه لم يموت مريض يقصر من الوردة قال له حسنا لا تسأل له ما يعمل فيه فلا قال له أنك ستعمل فيه بيزنس أو ستتعلم أو ستعمل فيه بيزنس قال له هذا هو حقك يا ابني فهم أنا أحبك ونحضني ناطرك ستبسط بمصرياته وبسط كل الفئاته لا يجعل شيء إلى ما يفعله حسنا فقط تبطل معه مصري تجعله كل الفئاته لا يعيشه في حياتنا اليوم فقط تجعله كل الفئاته اشتهى أنه يأكل كان يسمع صفير بطنه يخبط قال له يا أخي قال له فيك تشغلني عندك قال له ما تعرف قال له بقدر أرعي لك الخنزير قال له فل يكن الخنزير يعني هو أوسك حيوان يتخلي من أمن غني يخدم أوسك حيوان يقوم يخدمونه يجتهى يأكل من أكل الخنزير يجتهى أن يأكل الخنزير قد لا يجوع وكان يأكل خروب خروب يعني أنه يدرس الضبس اليوم وفي الأخي قال له هو يرعي على الخنزير قال أنا أريد أن أتبايا في المصفين يجب أن يكون لديهم بقايا أكل لا يمكنني أن أتبايا وقال له أنا أريد أن أتبايا 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 لكن قرر يرجع ماذا يفعله فيه غمر كان ينطر كل يوم وانتهى أمام وانتهى كان البيض يأكل أن يحمل ركح عليه ورفع وفي أوك قال له يا إبني أنا أتبايا لديا لك أتبايا كل الذين لديهم خليط جميع و أولو عليهم يومنا حفلة وقد سأتبايا بشكل جديد وحاولي سأتبايا ما الضعج هل سعى سمع مؤشره قد أرى قال له ماذا؟ قال له بيق لخيك الصغير رجع وبيق عمله حفلة وقالت نتبع العجل المسامة قال له كيف؟ وانا كل وقت مع بيق وانا ولا مرة استعملت شيء مصري تبيق ولا مرة أخذت منه شيء ولا مرة أخذت منه انه اتبع خروف انا ورفقاتي زعل البيق عارف انه الابن برا طلع يتوصل له توصل اليه ركع اجراي وقال له بليس فوت خلي تكتم الفرحة خيك كيم ميت ورجع قال له ما كل عمري عم بخدمك انت بعمل شيء يعني بيقل له البي ما كل ما هو لي هو لك واليوم نقوله بالقديس فكلمة هيك اليوم اللي عمله يسوع ما حدا بيقدر يعمله بكل عالم وإذا سمعتوا الملكة إليزاباة بتقول لو يسوع بيرجع هلأ أنا هلأ مستعد يروح تحت إجراي وحط التاج تحت إجراي أكيد فلأنه ساعة منشوف هلأت في حب الدنيا اي نعم بيحبك أكتر من ما كوباية بيحبك أكتر من كل الناس كانت عم بتقلي كل وقت بتحكينا وبتقلنا تعطينا أمثال عطول على وجهة نظر يسوع المسيح من وجهة نظر يسوع المسيح اللي هو إنسان مثله مثله مثلنا كلنا مش هو أنا عصورته ومثاله بس مش مثل ما بنشفه بشي و المستحق نسعى خليني بس توصيل فكرتي اللي أنا حسسة أنه هي مشكلة وبعتقد لح تنع معي بلوعد ما نفهم هالمشكلة لأنه حللتها براسة صور تقولي خي شو اللي المشاكل اللي عنجاد عم بتصير بهالعالم كله إذا منوصل إذا ما نحكي عن المسيحية نحنا مناخد الـ Point of View أو كل شي مكتوب عن يسوع المسيح اللي هو ابن الله اللي هو إنسان عطينا من خبرته قصة حياته كلها كانت رسالة اللي قالنا كبشر وبذات الوقت في عندي زلمة تانية مسلم خلق بزلمة مسلم من الأول وكل الوقت ويعى بانتوراج إنه هو الإسلام الصح وفي عندي واحد تالي تبودخ الآن ما بعرف وين ما معه خبر أصلا إنه فيه مسيحية وإسلام معه وما وصلت له الخبرية يعني وكمل حياته الزلمة وما بعرف شو إذا ما نجي نتطلع يسوع المسيح شو كان يعمل؟ كان يصلي كان بخشوع كان بصمت كان بتركيز بمديتيشن كان بريلاكس تايت كان عم بيصلي كان عم بيصلي كان عم بيصلي كان عم بفل خشوع وإذا بتطلع كمانا بكل العالم الإديسيين العالم اللي عاملين عجايب كل هالأشخاص الإديسيين إن كانوا عند الأشخاص أصحاب إذا بدأ نحكي مثلا بكل الديانات مش بس عن المسيحية كل اللي مشوا أو بلشوا هالديانة كانوا عم بيعملوا شيء يعني كلهم كانوا عم بيعملوا شغلة واحدة اللي هي كانوا عم بيعملوا مديتيشن كانوا عم يصفنوا لأله يصفنوا أو يحكوا أو يرجزوا مع الله بيروحوا عم محلات بعيدة بيروحوا بيقودوا لحالهم أشهر وأشهر وأشهر ومثل ما أنت عم تقلي إذا بدي فوت أنا وأتعرف على يسوع أو الله عم تقلي القرار بيرجعلك إليك فلح ترجع توصل كل الخبرية للشخص بذاته فالجواب بمحل المحلات أنه الله أو يسوع هو كان هالشخص لمبعوت من الله يقولنا أنه نحنا عصورته ومثاله بس أنا بعتقد أنه هي فكرة أكتر من هي عم يبصلنا فكرة أعمى من هاك بكتير أنه كل واحد فينا عنده رسالة معقولة يصير أبونا معقولة يصير قديس إذا بغير حياته تصرف بطريقة تانية سليع مجري بقوله كيف كيف المسيحية كيف المسيحية هي لح بتكونش الديانة الوحيدة الصح وفي عندك كل الكرة الأرضية بمحل تاني حتى ما معها خبر أنه في مسيحية طيب شو بدنا نعم بها الحال لكي أنا معقول نحن الله بمحل محلات نحن الله قالوا واحد مننا يعطي وزنة وعلي أنا أحب هذه الوزنة وما فردت فيها شو الوزنة؟ وزنة في إنجيل مطرح أعطي شخص عشرة دراهم واحد أعطي مية واحد أعطي خمسة واحد كذا لقد قلت له ما عملت فيها؟ تاجر فيها قالوا برافو خدت غيرت تانية تالية رابع خبيها لأنه خاف لأنه ظالم أنه يقول له أنه ما عملت فيها شيء الوزنة هي الرسالة لالله حتى قدامك تشغلها نعم كل واحد مننا عنده رسالة كل واحد مننا عنده هذه الوزنة هل ترى أنت نميت هذه الوزنة؟ أما بالنسبة للدين الأخرى نعم بالنسبة برجع أقول لك أنا خطيئتي عظيمة لأنني معمّت وليس أعرف كل شيء عن المسيحية لكن أنا المسلم والبوزي واليهودي خطيئته ليس مثل خطيئتي لأنه لا يعرف شيء عن المسيح ولا عن المسيحية لكن يعني أرحل ثاني هو غلط يعني لا أعلم شارب أقول له الغلط اليوم كلنا من أعلموا الغلط لكن إذا هو خليق أصم معهم خبر ما يعمل؟ لا أخص اليوم أنت اليوم اليوم أنا عليّي اليوم أنا بشر أنا عليّي بشر بمين؟ بيسوعي أنا اليوم بدي بشي بيسوعي بدي بشي بيسوعي واليوم كثير من العالم اليوم أنا الآخر ساعة هو كان بوسلم أو بوزي أو يهودي اليوم هذا الشخص إذا هو بيصلي صلواته وبيعمل أعمال خير ويحترم الآخر يعني هو ليس ابن الله؟ أكيد فأكيد فأكيد لكن أنا خطيئتي أعظم من غيره لأنه أنا تعمدت وصرت مسيحي يعني أنا بدي أنتبه أنا في عندي يوم الدينوني في عندي حساب عندي حساب لكن اليوم أنا بقول لك هالمسلم الطيب كلمة كده بمطلح مطلحة لك أنا ما بعمم أنا أكيد نس طيبين بالمسلمين والأكتين والملحدين والعالم كله هناك نس طيبين لماذا؟ الملحدين لا يستطيع عمل رحمة يستطيع عمل رحمة يستطيع عمل رحمة ليس لبنانية نعم يساعدونا بالتنظيف وقام الزيز والطراب ويقفوا أحد مننا ويساعدونا بالعمار ويساعدونا بكل شيء ليس بس مديهم بإيدهم أنا عليّ أنا بشوف أنا عليّي شوف الكتل بوزيتيف تابعه بس أنا إذا فيني خبره عن يسوعي و أعطيه هذا الفرح لدي لك الكتل هو شخص أو البودة أو الموز بيصالوا هنا أريد أن أقول لك أنا أنا عم بحكي بعد خبره نعم هني بيبسط بيعملوا هذه المشاريع طبعاً وبيبسطوا كذا بس بيصال في مطرح دائماً حتى المسيحي حتى المسيحي إذا ما عنده تسليم مطلع الله يعني عنده فراغ مطلع من المطلع في عنده الفراغ هذا الفراغ بيخليه حس أنه ما عنده السعادة وهالفرح في شيء أكبر من هالشيء أنه لهو الله الله أكيد من هون يعني أنا اليوم بساعة بسلامة الله تسليم مطلع من الله وصغير عندي السعادة وهذا الفرح عندي هذا السلام معقولة الديانات هي مفهوم المسيحية أو حالة ديانة نكون في محبة بين البشر كمجمل في شيء ما عم بستوعبه الديانات فكرة الديانات بحد ذاتها ما بتكون هي فكرة عم بقسم غيره يعني أنا صرت ساعتها مسيحي أنت غير شيء يعني أنا فهمتش اللي قصدي يعني العالم بالمجمل ما بيفهمه مربولس بيجمعوا بعض مربولس لأنهم بدي يكون يوناني من أجل البنانيين مش هخبرون عن يسوع بدي يكون بوز يهودي من أجل اليهوديين تخبرون عن يسوع الهدف كله يسوع يعني وأنا هدفي اليوم بدي يكون صديقي إلى كل سكانها القرى الأرضية تخبرون إلى إلى رحمة ومحبة ومخلص سميسوع المسيح لأي حدود تعتبر العالم اللي تساعدهم عن جاد مثل أولادك وليس مثل أولادك ولا مرة ولا مرة حدود يعني أدامتك ضلق عم تعمل شيء ولا مرة أكتر واحد اللي هو المجتمع بيرفضه هو بيكون أكتر واحد يعني هيدا بسميه ساعة بشيف المجتمع عم بيرجمو وانتو بتعفوه ساعة بللشت بأو رسالة وما كنت عارف ليش وبعدين فهمت ليش كنتو بتعفوه بس بلشت مع المدمنين كان القانون الليبناني خبرنا شو عن شو عم تعمل بالنسبة للمجرمين كانوا يعتبرون مجرمين من هون قررت أنا يعني قررت أنه أنا لأ دافع عنهم وغير قوانين وساعدهم وحبهم ما فيك بس تساعدوا وتحبوا بدون تغيروا القوانين ما فيك تساعدوا وتحبوا بدون أنت تأهله وتلاقي له وتلاقي له تقف منه سبول حتى تطلق بالشغل وما فيك تستحف فيه إذا رجع وقع وما فيك تستحف فيه بالمحاكم وما تروح معهم على المحاكم بالعكس رحت للآخر للقضية يعني يعني عندي بشجعة هن الأولوية كانوا لأنه هن أكتر ناس معارضين بعدين تعرفت على أولادة الطرقات نعم شفت أولادة الطرقات شفت يعني وياللي معودت أولادة إذا بشوفهم مطرح وهن رحين يتغضوا بأي مطعم ويأخذون معهم وإن الضعب المطعم لا يتحف في المطعم لا يأكلوا بالمطعم ويأكلوا معهم ولا مرة قالت أولادة أنهم لا ينظروا في سياراتكم ولا مرة وكثيرا أهالة منا وكثيرا أهالة مسيحيين لا لا أعطوهم الوضع الخطير وأولا معك شقة البرجر أولا لقبضوا أعطوه لا الفقراء هم أسيادنا الفقراء وخاصة أطفال الشوارع هن أسيادنا إذا كان فقير بس مش ولد شو ما كان؟ لا ليش؟ لا 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 لماذا ما بده ياخد؟ لا لحظة عن جد أنا إذا كان فيه رجل بكل كوال عقلية زنمي على الطريق ما عنده شيء ما عنده شيء أبونا محام بيعرف شو عند التاني بس إذا بالنهاية إذا مهو حط براسه يقوم 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 الشيء أنا أخدت تلك مدمن لكن يعتبروه مجرم بس راحة القضية بس بعضه بذات المنسبة يسمونه إذا ترونه على التليفوناتي هل أفوته ابني الكبير ابني 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 وتفوت على الأولاد الترقات زيت الشيء زيت المعزة وبعني زيت التحضير اليوم ما بقى أظنني أنه بحبهم أنه بطعمهم على الطريق بس بحبهم أنه بخدهم على الحكيم لا اليوم عم بمشي مع أنه بلشت بمشروع وحرابوني فيه دينيا دينيا وأنا بقلهم طالما رحضان يشوف أولاد على الطريق طالما رحضان يهتم فيه ورحبه وبين الغلط إذا حبيته وعرفته على يسوعي فأنت بدك تساعدني لا تتركه على طريق لا تسألوا عن اللونه أو عن تقفته صح طالما أنه هذا الولد إذا أنت اليوم تأمن أنه تحب وطنك ممنوع أن ترى أولاد على طريق الذي لا يعلم لأنه أنت في ساعتها لا تحب وطنك لأنه تخايلة في أولاد لا يتعلمون يعني هذا الجيل ماذا سيكون مستقبل لبنان ما هو؟ ما هو؟ دمار من هنا كان عندي قصة الأولاد قصة الثالثة كانت السجنة التي تخلوا عنه رايبينهم بعد 25 سنة و30 سنة ويلي لا أحداً بالدنيا لا ضيعته لا طاقفته لا بيقته لا مجتمعه ماذا أفعله؟ خلص حكمه حكمه كان سنة بقية 39 بحبس 39 سنة تخيلوا بقل بقوضة أو 25 سنة كانت قضيتي ويليوم عملت لهم في بيت القضية الثالثة هي الأم المعنفة التي ساكت كل حياتها التي لا تسجل تحكي لأنه منعينا يحكوا نعم هي الأم المعنفة ويلي تقول لي أبونا ما خلص ما جوزت أولادها وكبرت أنه لماذا أريد أن أتفل من بيتها أنا ليس هدفي أنا هدفي فقط علموا الاحترام آخر أيام حياتها عليها تلاقي احترام من جوزة من قريبيننا أهل جوزة أولادها أنتم تعفو إذا كان هناك أميات المعنفة بساكتين ليس ضروري بالضرب بالتعنيف بالكلام في الاختصاب كمانا مشكل كثير كبير يعني عم نرجع بك بصام الصبايا أنت عندك بلات كمانا بصام المشكل أبونا عندي كل شي عندي بنات بشتغل معهم يلي هني بيشغلون وغصبا عنهم ويمكن أنا أول إنسان رجل دين بالعالم عملت مخيم للبنات يلي هني بيشغلون بشغلون طبعارة نعم نعم وكان من أجمل مخيمات عملتها بحياتي كل العالم مخيم سامر سكول كشافة أخوية شبيبة ولكن مرة أحد أفكر بها كان الأول مخيم وأعرف نعمة العائلة بأساس البنات وبخصوص الأولاد التورقات ما يعني أولاد التورقات يعني أكتريته 90% هنا ليس مسيحيين 90% هنا و70% ليس لبنانية كان أخر أهم كان أخر أهم كان أخر أهم لأنه ولا مرة طلعت على اللون أو العرق وأكتر من ذلك يمكن أن أقف بمواقف كثير بأيامات صعبة من الاستشفيات و أذهب و أقول له أنا المخيمة لا فرقيني معي و أعطي أنك على التواصل الاجتماعي فكرت ما ما يرش enact وأيعد أنiera و أعطيك يölkerغ لم ترغب الش PARSU لهذا و أحد لكن هدف من الصلاة هذا Suicide showcasing من بيو والبنت صار مع هاي شي وكفت للاخر لأما بلا تقتله للولد بقى افحد منه او لا انت معه ضد الاجهاد اذا كانت حبلة المرأ اكيد ان ضد الاجهاد تخيل انت اليوم امك جبتك بالغلط واجه قرار انه اطعملك الاجهاد وانك انت اليوم ما كنت اطعملها المقابلة ابو بركي هالبنت عمره ستتعشر سنة ادرين ساعدة اختصاب ادرين ساعدة انت لا تقل معلماتك ما في بنت بالدنيه البداية بتكون دمره ابو انا كل البنت اللي اشتغلت معه نعم اول شغلة ما بدنا الولد وما تقل لك ديش ديبريسيون وهي ديبريسيون مش من الولاد بالعكس هي ديبريسيون خوف او شي لك كون شغلة انا انتفق واحد بالمليون بالاقتصاب بتحبل البنت او اكتر واحد مليون لانه بالاقتصاب لا يوجد خوف ما في حبل بصير لانه مش بعلاقه مضبوطة مايك سنس انا معنى هنالنحكي اليوم يعني تسعين تسعين فاصل تسعين بالمية تسعين بالمية تسعين بالمية الاقتصاب لانه غصب العنة عم يعمل معها العلاقة ما بيكون في يعني ما بيكون في هالكتمال ليسير هالشيء لكن الاشخاص اللي يصير معهم يعني انا هالبنت المراهكة اللي هي قاصر لكن لو ما حبتي هذا الشخص نعم والتحدي كين ما بصلت باعهم بهذه المغامرة فلاقي ان احنا بناخد قرار عن امنا وبين عن الاهل ياخدوا قرار ويعملوا كلمة شو السيت كلمة منزع السيت خيك السيت بيتكن المستقبل لكن هالبنت بعد جمعتين وثلاثة وشهر ساعة فلت وتلتجي لمؤسساتنا قلت لي انا ما بقى انا بقى نزل الولد انا هيدا ابني عملية وقت بركة من بعد ما تكون فاتت بالصدمة ايه وقت وكلهم اليوم تسعين بالمئة اذا نحنا نفتحهم مجال ان يتركوا اولادهم ما بيقتلوا اولادهم واذا في اليوم بالعالم الناس ميتة تكون عنده ولد بديل ما عندهم اولاد عم جد الله بيع مبارش في مثل سنظر سنظر من غير الناحية يعني انا في الوقت يمكن الله عطاني فقط اعطي لي احدا تاني يعني سنظر الايجابة دائما ولا مرة شاهدت شيء سلبي بحياتي بكل شيء في ايجابة انا انفجار بيروت اقول لك الله يرحم كل الشهادة واكيد زعلت ووضع انفجار بيروت بالنسبة لي كان اكبر اوجاع لم يكن لبناني بس شاهدت من ناحية تاني انه بيوت سلسنين لم ترمم والبيوت القديمة سلسنين ممنوع ان نعمل فيها وانا اذهب اذهب اليوم اذهب بس اليوم بيطلع دائما انا في عندي بيطلع بالايجابة بيطلع بالايجابة اليوم هاي الشهيد هو اليوم سديني بعده عم بيخلص هالوطن هاودي الميتوا ان كان بفجل اطفاء اللي يرحمون او بيشهدا اللي بيبيوتهم بيخلصوا شو خلصوا لو منه نحن كان من زمان راح كان من زمان راح من مين من فساد لا لا عزة يعني العشخاص الاشخاص اللي توفهم بالانفجار هني ملاك حارس لقلنا اليوم هني ملاك ملاك حارس هني الشهده بيه هني ديسين الكنيسة بتعتبر هاو الاشخاص يلي ميتوا ان كان حرب او انفجار او اي شيء الكنيسة بتعتبرون مش شهداء يعني اليوم انا بلك انا بطلب شفاعتهم لمعلوماتك نعم لو هن كانوا خاطئين وما اعترفوا قبل ما يموت وقبل ما يعرف مين بيعرف؟ مين قالك اخر لحظة جاوزة الاسيريتة ما قاله يا رب سمحني ليه ما اعترف ليه عطول فيه انه اعترفت قبل ما تناول الاسيريتة الاعتراف ليه بدأ اعترف انا اليوم انا عنا اعترف عن حدا انا هقولك وعطيك شيء وتشوفوا اذا مصح او لا كل شيء بيقول للكهني للرسل اللي بقولوا كل شيء بتحلوه على الارض كل شيء بتربطوه على الارض ومربط بالسماء الاعتراف هو نشكو الله في شيء اسمه اعتراف بس تتعرف انه اه ما تتصال يعني تعمل اه شو بسموها يعني الشخص اليوم اللي بيقتل يلا عم بقتل مع عندي مش ليه يلا يلا دربت هيدا وفليت يلا سرقت هيدا وقزر يلا أتيت مخدرات لهيدا الكرسي الاعتراف هو بيخليك انك انسان تكون متواضع في الفريسي والعشار الفريسي اجعل كنيسي قال له يا رب انا بصوم انا بقدس انا بتناول انا بعترف انا كذا انا بقدم العشر تبعي انا بس لست متهازة العشار هيك عمل بايده هو وقف الديم والعشار قاعد انا لست كذلك العشار كان كل وقت مترس وقال له اللهم اغفر لي انا خاطر وارحمني ثلاث مرات الفريق انه الكرسي الاعتراف هو اكتر مكان في رحمة واكتر مكان بتنقي حالك بالطهرات هو عينيه الفيئة انا بسميه انا بطهر حالي بهال مكان انا بنقي حالي لانه اذا ما بتعمل جرده ايه شفو طوله هلا على ميني ماركت وعلى سوبر ماركت وعلى دكين هذا الدكين لانه بطهر قادر يعمل جرده كل يوم بطهر يجي لعنده لانه الصنف اللي يبيع عنده ما عمل جرده تجيب غيره سوبر ماركت لانه اليوم لانه كل يوم بتعمل جرده عشية على الرف الفاضي وتطلب منه كمية زيادة والرفل ما مشيه تعمله دعايه تطبيعه نحن اليوم اجباري نعمل جرده اذا يسوع كان كل يوم من عشية بطهر يقعد بالجبل كان يقعد مع بيه ويقول له ما يفعله من خلاله الهنار وكان يسوع كل يوم الصبح بطهر يمرع عن بيه يعني يصلي وانه بطهر يعمل اي شيء يقول له يا بيه ساعدني الاعتراف هو انك ترجع انت ترجع لطبيعتك ترجع تعيش ضميرك انت ما بتعترف انت ما قتل ضميرك اليوم كرسي الاعتراف هو اكتر مكان بتلاقي الله موجود معك بالكرسي الاعتراف عم بيمكي معك عم بيمساعد معك عم بيغمرك عم بيغمرك بس تطلع ومش الكهير عيقلك ربنا عيقلك مخفولك خطاياك كيف؟ ربنا لان ربنا عطى هيدا السر هيدا السر بالكنيسة ما فيه مرح ايجيت اليوم اذا انت ما بتحس ترجع كرسي الاعتراف انا ولا مرة بقدر ارجع كرسي الاعتراف انا عمليا ما هو اعترف له خاطئ كمان يمكن يكون ايه واذا لا ابونا انا ما بتطلع فيك انا بتطلع انا جاء كرسي الاعتراف عم بشوف هلا بهذا الوقت نعم الكاهن يلي ربنا رسموا كاهن ما عم بتطلع بجور بابونا مجدي ابونا مجدي كلنا عنا اغلاط ما بيقولك ما احدا منا ما عنده اغلاط الا يسوع كامل يعني انا ايام بيقول لبنتي بقلبي بدون ما تعرف بتعصبني بيقولك كلمة يا حمارة مثلا كلمة حمار ما زي عجعله لا ابونا ايه كلمة يسوع بيقولك اذا انت بتقول عن خيك احمق انت ما بتخلمك السماوات تخيطت شو تتنبه انه ادي خيك ادي خيك تتنبه انك شو ما بتقوله انا في الم البيت ما احد رحلت لع السماوات ابونا بحبكم وهو قلب والاخرة سوري برجع انا مرتين بجمعة وثلاث مرات بعترف قبل ما اطلع على المسبح في ايامات ايام في بكون ايه لحدا كلمة كتير كبيرة ما بقدس باخر القديس نص ساعة وطلت ساعة وربع ساعة تيرد عليه زيان بيقول له سوري انا قلت له كايك وبدأ اعتذر منك انا بدأت تناول تعملها من قلبك من قلب ايه لانه لانه لازم لا مش لازم لانه بحبها القدي الله مش خوفا من الجحيم ابدا محبة بالله مش انه انت ابدا مش خوفا من الجحيم فهمه اوك حب لالله غير لي كل حياتي غير لي كل شي لانه حب لالله خاليني اليوم انا كون هيك 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 يعني يعني اللي عمله الله معي اه ما 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 بعته هيدا 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 الشي اللعندي ايه الله عاطيني ايه ابونا في الجنة وفي جهنم مني محلات فيه نعم نمرق بمطرح كلنا سواء المطهر طبعنا بقى نمرق كلنا بالمطهر فاسرلي شو فيه بعد ما موت انا هلأ منتك شو صار تطلع المطهر وبالمطهر بيكون فيه اليوم بهالمطهر بيكتنا نمرق تطهر بقولوا نحنا نطهر بهالمطهر نعم وبساعتها بنطلع عند ببينة السماوية هو كيف عرفنا نحنا؟ من الاديستينيين اللي قطعوا بي وربنا خليهم سمحنوا نشوفوا هالاشي من بنيته دي سي فرونيكا جولياني تعرف انا بقول انه هون جهنم وهون الجنة وانت بتخلق جهنم طبعك وانت بتخلق جنة طبعك برجع بقلك جهنم انه ما انه محل جهنم جهنم ساعة انت ما بتحترم خيك الانسان ما بتحب خيك الانسان بتقلي هلا انت الشخص اللي بيحقد والشخص اللي ما بيحقد اعيش بجهنم اللي بيحقد اقع او لا مخمل انه هو اذا حقد عشخص التاني التاني قاعد بجهنم لا لا كان لازم العالم تستوعب انه هي ما تمش المسيحية انا باخد مسيحية هي فكرة طبقة بحياتك يومية ولك اكيد مانا انه مش حكي يعني نحنا اليوم ان دايما بقلنا لشبيبتنا ما بدي اياكم تحفظوا الانجيل ورى الانجيل ايه بس ما اش نافع اذا حفصل الانجيل ايه وايه وفاصل وفاصل وانت ولا مرة كنت انجيل حي تعالش يعني كنت انجيل حي عيش حيات الانجيل مزبوط تسعة ما في حال ان يقدر عيشوا مية بالمية مزبوط بس نسعة فاكن من هيك نحنا ايه انت مليح كنت مليح انتا يا انت اصود وانت ابيض انتا وانت اسري عصائرة بشرية اعمق من انه انت اسود وانت ابيض انا بشر يشارق Transportation وانت انا ذات الشهي انا هيك بيخذك بيأخذ انه الارض معمولة لكلنا. اكيد. يعني انقصم بعض مدينيا انا هلح بجناني ابونا. اذا بتلاحظ الله ساعت خلق الكون. خلق كل شي قبل الانسان. ليه? وقاله يا انسان هام كله انت مسؤول عنه. بس الانسان بانانيته طبعه الاناني. انا اللي عنده خليه انه بقى يعني ما بقى مثلا بانجيل المطلح بيقول اجي واحد زلمي عنده اهرائيات. بطل يسيح الاهرائيات عنده هالمستوضع. ام هبطوا وعمر محلو. وقال له هلأ نفسي كله وستريحي ام الرب قال له هل بالليل اخذلك روحك. شو راح تعمل. لم يلع هذه اللي عملتون. نحنا بس بالموت. بوقت الموت اول يوم تنهار بدنا نسامح ولا شو لك وما بدنا بنا نتغير كذا. بعد يومين من الموت. ازا حدا صف محلك بالبناية يعني معك سليح بتقوصه. يعني احنا ناس دغري من ننسى. ننسى نقول شو فيها بس يموت حدا بتقول شو فيها الحياة. مش ما هيك بتقولو. وخاصة حزن بيحبكم وخاصة قريب ميكم وحدا بيخزكم. تقول شو فيها الحياة. تقول انا لأ بدأت غير. طور يومين. بترجع الانا تابعك هي مشكلتنا الانا. انا عملت. انا سويت. انا كذا. مهي الانا عم بتخليك تقشط. نحنا عملنا. انتو فريق اليوم. صح. انتو فريق اليوم. ما في ايد واحدة بتزقف. كلنا عملنا. كلنا زبطنا. كلنا فكرنا. انا. ابونا. في شي بداي. في ثلاثة وصبت احكي عنا. انت انا اخي المرة بكيت. كل يوم ببكي. لا. بشديني. لا. ببكي لانه في اشي كتير يميت. اذا بشوف حدا مني قادر اخده عم حال. اكيد ببكي وبداية. اذا بينكب نقطة ماي من قنيني بقيت عندي. اذا بينكب شقفة اكل. اذا اذاارت شي Adrit مجدده. اذا 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 اتمعت بعد في اخي اناس عم تتعلق اذا اذا اسمعت حدا عم بيعير حدا اذا اذا اتمعت حدا عم ميتقق حدا رميدين حدا. اذا Это اما اذا اما اجري أمكل اذا اما اسمعت هدا عم بشاهرة وايتشرة حدا. كلنا انا ص�리 انا صلي. انا صنيж. انا صلينا. عندي كتلة احسيس رائع. انا ماني جميعا. ماني جرينديزر. أنا إنسان مثل إن كتل أحسيس أنا باي ما في يوم ما ببكي فيه وخاصة على إذا الشخص هلأ اليوم شخص بعد أنه بده دواء وملقينا منه الدواء بالليبنان أبداً ووصينا على تركيا ما فيه بالكوايت ما فيه تلقينا بمصر وابري إجباري اليوم يعملها بس اسمع في إنسان وأنا قادر نحن قادرين نعمل شيء السوشيال ميديا الله خلقه مش تشوف جمالي وأعرض أملكي وسياراتي ونكاتي السوشيال ميديا حلو إنه قطع البدكي بس حلو بخلال مرة قطعت هاي بخلال هارات ساعد فيه فيه شخص بده عملية هل قد عمليته فيه شخص بده دواء جيب له دواء فيه شخص ما تخط من بيته اليوم منكحت حدا خطيار من بيته وصلوا ثلاثين سنة أكتر ثلاثين سنة بيته عمره اثنين واثنين سنة نعم زبطوا بريد بيته وخلص لأنه الأجار تغيعت على بده صاحب الملك على الدولار يعني أنا اليوم فيني ساعد بالسوشيال ميديا المصاري هي الشيطان برأيك أكيد المصاري هي الشيطان يعني أنا مش غلطان هي كأنه أكيد 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 أقول لك شالي أخوبي بيتعالوا عبعد لتكرميل شو المصاري أخوبي بيحكوا مع بعض مية بالمية المصاري أخوبي بيحكي مع بعض عم بيحكي مع عم وكرميل قطعة أرض ومترين بس في مترين بالأرض يعني في فارق مترين اليوم قالنا يسوع لا تعبد ربين الله والميل والسلطة الشيطان هو السلطة هو الميل لهم عم نقتل بعضنا ليش حرب إكرانيا وروسية لماذا الحروب بالعالم؟ لماذا لا تكرميل شو؟ كرميل البترول؟ ما لو ما الله خلق باللبنان في البترول هلأ تعرفنا فيه نحنا ولو كان في قبل في عنا هالناس نحنا اللي بتحب بعض كان نحنا البترول من قبل موجود بس كان قبل في عنا صفقات تانية عم نعملها خلصوديك صفقات لقينا هلأ صفقات تانية كل العالم عندها البترول الله عطيها البترول عقدة في دبي ما عندهم شتي بالخليج أعطيهم شمس بالغرب ما عندهم أسم شتي يعني ربنا مقسم العالم الكون لكن الواحد يستفيد منه يقول له كتر خيلك يا الله بس الإنسان بطبعه ساعة بيعبد ربي ما بقى يشبه طمع والمصاري الجشع بخليك أنت تعمل بسمح لك الجشع بعكس الضمير كرسي الاعتراف كرميل الضمير الجشع هو ضد ضمير الإنسان خلص بيحلل لك بيحلل لك أنك تشغل البنات بالدعارة بيحلل لك أنك تسوق مقدرات بيحلل لك أنك تعمل معامل بيحلل لك أنك تعمل معامل كوبتوغون بيحلل لك أنك تعمل تهد طبيعة بأمه وأبوه تلوّسها ببحيرات مش لازم ينعملوا بيحلل لك بأشي كتير بيحلل لك تضيّ لمرينة هي بحر أنه نعملوا لا أعرف ماذا بيحلل لك أنك أشي كتيري بيحلل لك بيحلل لك بيحلل لك بيحلل لك بيحلل لك أعرض مثل هذه يعني يعني هناك شيء هناك شيء ليس مضبوط هناك شيء أحب أقول لك شيء كنت أتحدث عن الدواء عن الأدوية هناك وجهة نظر أنا أحب أقول لك يسوع المسيح كان يتقر أحداً يشفيه كان شيء غير بشر العاد ما نحن فيها وأنت شخص أكيد ضد المخدرات أكيد أنا شخص لا أكذب أحد أنا أرى شيء ويجب أن أقول الأدوية بحد ذاتها إذا تفكر فيها أكيد هي أكبر تشريع للمخدرات بالعالم وأكبر بيحلل لك إذا أنت تعلمت كل حياتك تأخذ دولة يصير لك شيء أنت تعود جسمك يمشي على هذا الأسلوب لك أنا بمحل محلات إذا يسوع قالنا أنه أنت تقدروا توصل لمحل بتشفو مار شاربي لكان إنسان بشري صلى صار بالخشوع وشفا طبعاً نحن كل حلنا فينا أنا بأمن أبونا يمكن تضحك علي أنا بأمن أنه ما بيصب لي شيء أنه ما بنصب ولا مرض وما لح ينصب لي ولا مرض أبونا بتعفو أخطر مرض وأكتر مرض أسرع مرض شوه بالعالم اليوم مرض أبونا لا لا أخطر مرض هو الحقد وأسرع مرض هو الحقد وهذا الحقد بيخلي شيء في السياة عندي كآبة يأس أحباط سترس عدم الحب هو الكره ولكن تكره أنت أنت بقى ما تقدر تنام أنت بصير قنينة أنت بصير تأخذ أنت بصير تأخذ بدك رأسك يوجعك عندك مجرامة تقلة وعندك مشاكل كل أسباب أمراضنا هو استرس حسن؟ استرس ما يأخذ واليوم أنا أخذ كل المرض أنا أخذهم أنا أخذ آخر حيلي أنا أخذ حسنًا شخصوا له أنه لديه جلطات في رأسه سأخذ أول حكيم قال له أول حكيم قال له أول حكيم قال له أنا أخذت عند حكيم بوسق فيه الحكم الذي يأخذ قال له أنت لا تكشي هذا العمر يأرجى أن يأخذ هذا أنت تأخذ كل يوم ساعة وتأخذ وتأخذ هذا الشخص قال له قال له الحكيم أنا أقول لك نحن الحكمة الحكيم قال له نحن الحكمة نحن ليس حكمة نحن مواصفين بشركة الأدوية تنبيع أدوية يطلع عليها برسنتاج أنا يا سلمي أقول لك أنت لا تكون دواء لكن الإنسان إذا لم يأخذ دواء لا ينام هكذا قال له أنت تعفل المدمنين لدي لكن يكونوا خير مني أنا أخذ أخذ أنا أعرف لماذا كنت أعطيوهم أحب الدواء كان خرمان ويكسر ويصرخ كان أوريين مضروب كان لماذا أعطيه كان حبة الأنسولين مثل هكذا يفتحوها بلاستيك مثل مثل التهابات مثل أنتوباتيكية كانت نشرية مصادرية فارغين حسنا سأضعوا فيها قليلا كانوا يكسر الدنيا خرمان كانوا يبعني قال لي يا أبونا أخيلك ما هي الحبة القوية كله أبونا أنا وقفت ماذا عندي شيء ثاني نهار يجل عندي أخيلك أبونا عطيني هذه الحبة عطيني هذه الحبة عطيني هذه الحبة أدمنتوا عشي تاني يا أبونا لا أدمنتوا عشي تاني بعدين بعدين قلت له وعاه شوف شو كنت عم بعطيك سكر الله بلايها بلايها ولا مرة ولا مرة حوو عندي مركز اليوم لأنه الدولة وبشكر الله في كورونا مستشفى الحرير بطل في عنده مركز علاج المدمنين الكورد بطل في مطرح بلايش وانتو بتاعه في الكورد يوميته أربعمائية لها الفراش على الواحد ما بجيوها الفقراء فأمت أنا عملت له مركز بغسطة مجانية كل شخص يجعون الكورد طلع لي عندي بدون مستشفى بدون مصر بدون قدوية بيتعذبوا بيبكوا ويأخذوا كل شيء بعدين بس برجع بقلك اليوم بس في حالات أمراض ما فيني إجي بعرف انه هذا الدواء بعطيه لهذا الشخص بأزيم الماء الثاني أنا أكيد بس في أمراض ما فيني وقفها في أمراض ما فيك تلعب فيها في يعني اليوم خلاص تشخص هل وبالتحاليل الدم وبالمحفظات المخبرية والصبر والإشعاعات وكل شيء يقول لك عنده ضغط ويأخذ ضغط ويأخذ ضغط ويبين عشرين لا يمكنك أن يموت صح بدي أعطي حب الضغط بدي أساعده الدواء يساعدك لا تتأدمن عليه والحكيم يعني أنا بدي أقول للحكمة اليوم يعني مثل الحشيش والويد أنا بدي أقول للحكمة الفسيكياترية وكرت الخيرون لكن لماذا أنت اليوم تظل لك ماجي كل حياته لا تخفف له ويقول له هذه المطرح إذا أقف خلص يجب أن يقوم لك لماذا؟ لأنه أغلى نوع أغلى شيء دواء بالعالم هو الدواء الأعصاب أغلى دواء اليوم في العالم كله دواء الأعصاب من هنا اليوم الحكيم ليس مصلحته أنه يبدأ أخفف الدواء ويأخذ له قليلا والهيوم الدواء أدمن عليه أختم القرينيين الذين يقومون بديهم ويأخذون الساعة يبدأ يبدأ البيبولر يبدأ الانفسامب الشخصية يبدأ الإطراب النفسي يبدأ أدى التعوامل هو يكون مضمع على المخدرات وأنا ساعته وتيسو عنده كل هذه الأشياء حسنا من هنا اليوم برجع بقلك الخوف الخوف خوف هو يجعلك يعني أنا خيفين على مساء أبا الأبنى أنا مش عم نام خيفيني على بنتي أنا خيفيني أنه بكرا جاوزي بقتل الشغل أنا خيفين على وضع لبنان أنا خيفين خيفين يسوع على النبلنجيلا تخف 358 عدد أيام السنة أفع عدد أيام السنة تعرف لأنه عارف أن الإنسان ضعيف أنه رح يخاف قال له ما تخاف كل السنة قال لك قال لك ما تخاف الخوف هو يخليك تصير عندك كل الأمراض وأول مرض هو البانيك أتاك بانيك أتاك أول مرض عند شبيبتنا اليوم واليوم يلا الحكم ما يوصون كزاناكس عم يعطون مخدرات أخضر من المخدرات أخضر المخدرات من النباتات إذويه مكونة من عدة أشياء مركبة مركبة فأكر من هكي اليوم برجع بإلكون اليوم ماشي بالطبيعة السيعة بتعوض عن كتير إدوية تسليم لأ الله لأن الله قال لك وسأق فيي وأنا عرف شو حاشتك يا شربل عرف شو حاشتك شو عرف شو حاشتك وعرف كل واحد شو حاشتك وسأقوا فيي أطلبوا أول ملكوت الله وكل شيء أزال لكم إذا تاير الحقلة انتم شوفوا نتوتيور مع أنو في ناس بتقوصهم يعيشوا بيطيروا بهذه البلد الآن سوف يذهب إلى غير البلد شوفوا لا زرع جبال العالم العصفور لا يأخذ هذه البذرة ويضعها في الأرض حتى يرجع كلها يأكلوا ويأكلوا 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 في الأرض ونرى هذه الغابة نحن أحسن من تاير الحقلة نحن أحسن من تاير الحقلة هو عنده صوت يغرد هو ما يأذي حدا ما يقتل حدا نحن من قتله نحن منهجره طبيعة تهجره نحن أحسن من تزمبئة الحقلة ويأتي الآن بعد قليل سوف نرى الطبيعة لدينا سوف تكون كلها ببسة أبيض سوف نرى ملونة بالصيفة لونية دعنا نرى لدينا وعي لدينا وعي لدينا وعي لدينا وعي غير الحيوان ماذا يفصلنا على الحيوان؟ لدينا وعينا لدينا وعينا لدينا وعينا لكن إذا أريد أن أريدك اليوم الجهل والتعصب أريد أن أرى بسينة لقيت تولد عمرو الأقلم ساعة ثانية نيمة فوق منه وعي تدفي أنا لقيت بسينة بالطعم يا عصفور لقيت كلب يلعب مع بسينة لقيت لقيت حيوانات ضد بعض لكن رأيت أنه لا يجب أن نكون مع بعض ونساعد بعض بها بالمجمل إذا تفكر فيها أنه يمكن إذا لم يكنوا مع بعض كل حياتة ونقربوا مع بعض قليل لا تشوفهم تفكر من ذلك أنا اليوم أريد أن أقول لهم يعني عن جد للشباب يقولون أنه لا تستسلم لا تيقس لا تخاف لا تقول لي ما يمكننا أن نقوم وما يمكننا وما يمكننا أشتغل لا هناك الكثير تخلق نرى الشباب من عمركم اليوم يقوموا يضعوا وقالوا لدينا لدينا الصحة أو شيء لدينا ودورني هنا وهنا فقد بأجد نظر لدينا وأنه ليس فيه أول مبقرة وبأي وما تنصر لا تدرمي أن أنا اليوم أنني أدري أنا يجب أن أجل أهم محل المعروف اليوم بلابناء نعم هشجع الشبيبة اليوم في عنا شغل كتير وفينا نعمل كتير وفينا اليوم نبرع كتير يعني وعطينا مخ عطينا مخ كان فكر كان فكر انا يقول انا فيشل ودايما في كتين نسمع اقول انا فيشل بتعمل امر شي انا ما بيوسق بحالي هاي شخص ما بيوسق بحاله يعني وما بيحب حاله عنده المشكلة وانا سؤال رأي الشخص طبعك اكيد كم جنس فيه برأيك كم يعني هلا عم نشوف كتير ال جي بتي كيو كميونيتيز يعني عالم جايز شباب يحبوا شباب بنات يحبوا بنات شباب مع بنات بنات بلا شباب مع شباب خربان كتير الخبرية اوكي مسيحيا اللهيا شو بي رأيك عم بيعملوا هالعالم اوكي انت وحكتولي مطرح انه الاقتصاب هاو الاشخاص نعمل معهم زيت الشي بزغرون وما تعلجوا انه نحن ممنونة بكي بهذه القضية ومش مهم نحكي اذا حكيت شو بفيت بدي عالج ساعة بني تجي عند بيا و تقوله ما بتستجد لبيا وانا بتقول لأهل تروح عند رفاقتها بتخبرها وعطيها شي بتكون رفاقتها بالحات بصوتها بالحات وكانت دماء مستفيد النار steel على الانوار والان احساب Lil figures تอกله احساب الانرخبات لا يمكن ذلك اidity انا لا يؤدي اثنت وان اختراع لا اشترك لا نعم 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 نعم. نعم 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 ما الآن، هذه الأشياء غيراً تلقى لك. في العالم، يمكننا أن ترى شخص واحد يشعر ما شعر في المليون ونحن لا يشعر 꽤 مئة بالمئة بشكل من فضلك. عالم العربي، هذه هي لأننا لم نسعرنا تربينا تربية جنسية في المدرسنا. يعني، ممنوع أن تقول أمانك كيف رأيت؟ تقول لك بالمالفوفة واللغاية بالتركيز. بعد لليوم في عنا عالم وإذا حكيوا بصف الثيزيام عن الجنس من قيمتنا عن التربية الجنسية ببلاد بره ببلشم عمر بصف النوفيام يحكم عن التربية الجنسية حتى يصلوا للثيزيام يكونوا بيعرفوا كل شيء نحن اليوم إذا صار مع هذا الشيء وبدأ لكم اليوم تسعين ما تقلوا لي خلقه عندهم خلقه هايك ما حالا يعني ولا العلم يأكد انه هايك فيه هرمونات بتصير لانه طريقة البيت بتساعد تغير الهرمونات بتساعد انه لا مش تغير يعني انه يعني ساعة البيت بيصير معه شي هو صغير وصير الام كل وقت تتعيب له كابنت وتجرب له ببيت وتدهره كمثل يعني يعني وعيشته مع بنت وتغنجه اليوم وبدأ تعلموا مهنة كوفير وتعلموا بعرف شو اليوم البيت بدون طريقة اندريكت خملوا انه عم بيساعدوا طريقة اندريكت خلوه ينحرف اكتر 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 اوكي اليوم اليوم فيه علاجات فيه علاجات اليوم اذا هو بدو اذا هو بدو اذا هو ما بدو ولا ممكن ولا ممكن اليوم اليوم المضمن كمين فيين اخده انا عيرجو بدو ما هو بدو ولا ممكن فكل من هيك اليوم ما حنا يقول يعني اخلقت هيك يصير موضة صارحة موضة وحتى اذا خلقت هيك اليوم فيه ترابيات تقدر تساعدك صح كناسيا نحنا نحترم هيدا الناس كتير منحترمهم والكنيسة أبداً ما بتكحته أو بترفضه أبداً لكن أكيد الكنيسة ما بتشرح ما في عالم مجوازين برا بالكنيسة بالكنيسة أبداً نحترمه ونحبه نحن المدمن ما منحبه ونحترمه نحن نعطبه مريض وهذا الشخص هو مريض أنا بعتقد أنه هنا مثل موضة ومثل برا أبونا نص الكرة الأرضية مشارعة فيها الحشيشة ونحن كل مشكلتنا عن الحشيشة نحن نزل الحشيشة ونبعط لورنا وعن التعارة كمانا كل في شي وابساتات كل الصباح يا شباب بيصوروا بيبيعوا صورهم بالزلط هذا اللي بيعملوه نص الكرة الأرضية نرجع من لك ليش لا تعبد ربين قلت لك أول ما بلاش نجيل الرجل الرجل يلي فات الشيطان عليه دخل الشيطان عليه لأنه هو سماح لفوت الشيطان عليه بعد عن الله هو الأشخاص بس يبعده عن الله أريد الموضة أريد أن أطلع الأول لكن الشهرة الشهرة والمصاري والكرسي والسلطة دعوني أبعد عن الله وأريد أن أريد هذه الأشياء اليوم ساعتبنت اليوم أول ما أطلعتها بأي برنامج وعرضوا علي أن أريد أن نفعل ذلك ونفعل ذلك ونفعل ذلك ستقول له نعم لماذا؟ غريتها لأن الشيطان يلعب يعطيها أفرات صح لكن الله لا يريد غريها الله يحبها لأنه هذا الذي يريد غريها يعني أنه يريد مصلحة معه الله يحبنا وليس مصلحة ونحن في ذات الوقت نعتبر الله سبب ماركت يعني إذا الله هلأ ما تدبر لي هاي ومعمل لي هاي يعني الله لا أعرف أنا ما أريد إياك بقى مئة بالمئة مناخد لما حضرتك تكون خايف أو عندك فحص بالجامعة أو بتروح تغري يا الله بشارة 5 بليس ساعد عم ناخد الله كأنه ديل عم بعمو معه ديل يا خايف أكتر مرة شوفوا أكتر مرة بيبيع شمع في لبنان هو بالتقديم تبع الدولة أكتر مرة لأنه ليس فقط الأولاد بيقضوا شمع أهليهم بيعطوا شمع ستهم وجدهم بيجيب شمع كلهم كلهم بروح بيجيب شمع عني في ابنهم بيدي يقدم أكتر مرة وهو بشتارس في كل وهيدا لازم نحنا نعملها ماركتنج نحنا بوقت التقديم نفتح محلية شمع على الترقاط وشوف دايش بيبيع شمع خد لك جيب منصين هلأ هابيزنس لألي بصين هلأ جيب شمع قبل التقديم قبل التقديم فرمجلي بديكت تعطينا رسالة كلنا هالشبيب من عمرنا ومن عمر ماتيو بديك كمانا تقل لي انت شو كان شعورك وقت صار اللي صار شو حي بتوصي الرسالة أول ما نكون عاملين في كتير اسئلة بس قلت لي حضرتك انه عندك شيء من بعد الحلقة ما بيساعد انسيارت بس شغلة واحدة حترم الآخر ما تحط له اتكاد مش شغلتكم ولا واحد منكم نشوف نيجاتيف بأي انسان بالعالم كلنا انا اول واحد عندي نيجاتيف الشغلة الكتير مهمة انا سعط اخدت شعاري تكون كهن ما اخدته من انجيل كتبت اجعلني يا رب ان اكون محاميا وليس قاضيا تقدرني دافع اكتر ناس للمجتمع بيرفضل ورح تقدرني دافع عنه لاخر اللحظة لا اللي الله عطيني بدي اعطي له غيره واي شي بتعامله بدون محبة ما قاله طعمة ما قاله طعمة سعتقدمت على الجيمة الكاسليك سأطفحص الدخول قال لي العميد منك ما بتعرف شي ما بتقدر تكفي طلبه بعد خمسين احكي بكل لغات العالم قال لي شو يعني هتفوت طعم السرياني ويوناني وإيطالي وفرنسا قلت له بدي حب بدي حب بدي حب محبة قوام كل شي اللغة اللي تنفهم كل فهيدي اهم لغة اليوم منا حكي حتى وشباب لبنان يحنا لازم تكون تعلمنا من اشياء كتيرة تعلمنا من شو صار فينا وشو نعمل بشبابتنا وكل مرة كل جيل بنهجروا وكل جيل بنقتلوا وكل جيل بنستشهدوا خلاص نوعه بقى لبنان قالوا القديسة العظيم يوحن البستاني اللي بنقسم بلد انه رسالة رسالة أنا وخيي المسلم والمسيحة والدرزة والمسيحة وكلهم سوا هوا أخوة نحنا هوني هيدا وطننا كلنا سوا شكرا لكم شكرا للمجدي عنجاد مرسي لك ريا مرسي لك ريا كمانا إن شاء الله ما أكون أخذت كتير من وقتك إن شاء الله ما أكون زعجتك بول السؤال كان عندي أسئلة بعض كتير مزعجة بس قلت بلاها بس في كتير أساس عنجاد إذا ما بدنا نجي نحن نتضحق أبونا ما إشياء المزعجة؟ ساعة أنت عندك سليم بطلق إشياء مزعجة؟ مزعجة للمجتمع أبونا أنا بصير خايف شو بدأ طلع أحكي أنا أعزب أحكيك أخبار تصيرت أورخي شوف أنت ما تشوف النيجاتيف منه يا أخي ما أقول لك ما تشوف النيجاتيف مصدقني أنت بتعرف ما أريد أن أقول لك ما في شخص إلا تطلع بالأشياء المزعجة حتى تحبه للآخر من هيك الكنيسة ما شفت النيجاتيف باللي اللي 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 سامح أخيك سبع مرات سبعين مرة في اليوم سبعين مرة إذا أنا الشخص قلت لي سبعين مرة الكنيسة ستسامحه سبعمائة مليون مرة بنهار هذا حب الباب لأولاده رأيت باب لا يسامح أولاده مرة واثنانة وثلاثة وعشرة وهذا الكنيسة وهذا يالله شكرا حسنا يالله مرة حسنا اشتركوا في القناة